استنكرت بلادنا قيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن في العاصمة السويدية في إساءة متعمدة واستفزاز واضح لمشاعر المسلمين وعبرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن رفضها الشديد للمساس بالثوابت الدينية للجميع ونبذي أي شكل من أشكال خطاب الكراهية محذرة من تداعيات هذه الواقعة التي تؤجج مشاعر العداء والانقسام في المجتمعات وتسيء إلى قيم الحرية ومعانيها الإنسانية وحرية الدين والمعتقد كحق أساس من حقوق الإنسان وأكدت وزارة الخارجية موقف الجمهورية اليمنية الثابت والدعم إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذي الكراهية والتطرف وتعزيز ثقافة السلام والقبول بالآخر مشددة على أهمية تضافر الجهود الدولية في تحمل المسؤولية الجماعية من أجل زيادة الواعي بإعلاء القيم المشتركة ومنع الإساءة إلى الأديان والمقدسات وبدل مزيد من الجهود لوقف الأعمال الاستفزازية التي من شأنها الإضرار باستقرار المجتمعات وأمنها وسلامتها كما جددت وزارة الخارجية دعوتها إلى نبذي خطاب التطرف وضرورة نشر قيم الإخاء الإنساني وتعزيز قيم السلام في العالم واحترام حقوق الإنسان